أنا عايز أعرف إيه اللي ممكن يخلي إنسان متعلم ومخطط يقدر أو يفكر أن يريد في ده التعب التعب الجسدي يبقى فيه تعب شديد جداً على بني آدم ما بينفعش فيه مسكنات ما بينفعش فيه تدخل من حد غير من ربنا سبحانه وتعالى بيبقى فيه قلم في الراس لدرجة إن الواحد بيبقى عايز دماغه تنفجر عشان يرتاح من القلم اللي هو فيه فغزباً عنه بيفكر مفيش حاجة مرضية فبيقولول ده عرض فبيضطر يروح لحد روحان على أساس إن هو ما يخلص من القلم اللي فيه من الخنقة من كتمة السدري من وقف الحال من الديقة حاجات كتير ما بيحس يشغل اللي عاش التجربة دي يعتبر إن هو فعلاً مفصول عن الدنيا عايش في ضلمة نفسه يشوف النور أنا كنت في كتب كتاب بنتي طبيعية خالص كنت قبلها كمان روحت عمرة ربنا أكرمني ورجع الحمد لله البني آدم دوت فاتح مكتب بيحس يارات جنب الجامع اللي أنا كتبت فيه كتب كتب بنتي هو معرفة جوزي من أيام ما كانوا في الجيش من سنين فعرف عنينا كل حاجة فما ظهرش في كتب الكتاب بس جوزي شافه واقف على بوابت الكواع من بره في الوقت دوت هو استخدم الدجل في أنه هو يبعت علي طاقات سلبية صورني ابتدى يشتغل بونان على الصورة اللي صورها لي في وسط المعزين وفي وسط كتب كتاب بنتي بعد ثلاث شهور جوزت بنتي بعد جوازت بنتي بثلاث أيام ابتدت أحسي بالتعب الشديد ابتدت أحسي أن أنا كإني بنزل تحت الأرض وأنا ماشية كنت بأحلم أني أنا بدوس في مقابر ماشي قبور كل ما دوس القبر يأسقق بي أتشعلق واطلع أدوس تاني القبر كلها قبور وأنا ماشي بحس أن الأرض بتنزل بي شفتي نفسي وأنا بندفن وأنا صحية الجسدي بيتلف في قماش وبندفن تجربة صعبة شفت نفسك ده في شكل حلم ولا؟ رؤية رؤية كإني فيديو شغال قدامي وأنا قاعدة كنت هصلي لقيت نفسي نزوية عكس القبلة وشفت الجسدي وهم حاملينه في القماش وبيدخلوا القبر في الفترة دي اللي هو كان يتحكم وابتدى يسيطر على عقلي وابتدى يسحب جزء من روحي تحت الأرض للتحكم فيها ابتدت أحسي أني أنا مخي مش بتاعي عندي شروط في ذهني عندي خنقة إحساس الموت بشوف مقابر في المنام خنقة مش حاجة أتعامل مع حد حياة صعبة أنا ما كنتش متخيلاها رحت الحد واثنين وثلاثة للأسف ما كانوش جاديرين وقالوا لي احنا مش قادرين فلجأت الربنا وقلت أنا مش هنزل لحد وهصلي وكنت بقعد بالثلاث ساعات أقرأ قرآن الفترة اللي أنا كنت باقرأ فيها القرآن كانت بتنزل رغاوي غريبة من عيني ومن أنفي ومن بقي كميات غريبة أنا معرفش كانت بتيجي منين أفضل على كده لحد ما حس إن أنا بقى جسمي تهد قوي والحاجة اللي معايا تهدت أبتدأ أخش أنام أصلي الفجرة أخش أنام عشت في الفترة ديت حوالي سبع شهور بنفس الإحساس اللي أنا فيه ده أصعب حياة عشتها بحياتي فجأت بعد المعاناة في الكراءات اللي أنا بقرأها سمحت صوت جوايا بتقول لي روحي للحاجة فاتح فأنا قلت الجوزي يعني إيه سمعت إيه أصلاح صوت سمعته جوايا بيقول لي روحي للفاتح صوت واضح بوضع كان؟ أيوه طبعا ابتدت كأنه حد بيكلمني مش بيواسوس حد بيكلمني الكلام واضح زي ما أنا بقول لحضرت أصلا فقلت الجوزي روح ممكن الجامع اللي جنبه فيه حد هيعالجني روحي للناه يعني فلما جوزي راح له الفترة دي كنت أنا طبعا شبه فقدة للحياة ضوافر رجلية كانت بتزرق من كل يعني مقلة الأكسوجين اللي بيوصلي الأنفة عندي كأنه فيه انسدات فيها تش أكسوجين بيوصل للمخ كويس لدرجة إن ضوافر رجلية تخلعت تخلعت من مكانها فجوزي راح له قال له ده مراتي حصل كذا 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 ويا فتحي فيه إيه راح موضه قشة الناحية التانية وراح حقيله بالتفصيل كل اللي أنا فيه كل الأعراض اللي أنا فيها كان عارف ما هو شغله مش مش عارف ده شغله بس هو كان عايز إحنا اللي نروح له مش هو اللي يجينا يعني كنت بعت جوزي على أساس الصوت اللي أنا سمعته ممكن نلاقي حد في جامعة الروضة يعلجني مش كشخص يفتحي نفسه فقال له بقى ده منسلت ديابة على عقلها دي لو مش قريبة ربها كان زمالها مع المجازين في الشارع دي 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 وصف كل اللي أنا فيه فجوزي جيه قال لي على فكرة دعيني في كل اللي أنت فيه فبقول له ما أقول قال لي آه فروح ناله نزلنا من البيت وروح ناله أنا كنت مامش أتطوح مفيش أكسوجين في جسدي بيخش فأول ما شافني قال لي إيه دي مفيش أي حاجة وخير خير خير حطي إيده في جيبه وقف يقول حاجات أنا ما كنت سمعها وبعد كده تاني يوم أصار إن هو يجي بيتي دي كان أول مرة في حياته يخش يا بيتي استقبلناه وقعد قالهطه مية جبنا له درق مية بنتي جابت درق مية حطي إيده فيه إحنا بنسمعش بيقرأ إيه بس إحنا ما كناش عارفين إن هو شار للدرجة دي قرأ مية وأمرش مية في الشقة عندي بعد كده قال لهم هطوا طرحة بيضة حطي طرحة بيضة على دماغي وقعد برضي يقول كلام أنا مش عارفة بيقول إيه أنا كل اللي أنا عايزة إن أنا فوق كل حلمي وأمنيتي إن أنا فوق بس الموضوع بقى كبر وابتديت إن أنا أغيب عن العقل وابتديت إن أنا يتسيثر على العقلي وابتديت إن أنا أصرخ أنا عايزة توديني أنا تعبانة وديني عشان يقرأ لي فجأتي بحاجات كتير أنا طبعاً كنت في الفترة دي شبه منوامة مغناطسياً وده اللي أنا ما كنتش عارفه العقل بينفذ الأوامر اللي بيتأمر بيها بدون تفكير بدون تدخل مني أنا التدخل كان منه هو ومن شغطينه إداني زادت ميسك من عنده وقالي الميسك ده جاي من السعودية وخديه استخدميه ولما تعبت استخدمت الميسك ده الصداع زاد علي قوي بعتلي منجيل معجوزي معمول بالميسك ده وقاله ده تبدلت الربساء على دمخن مدة أسبوع هيود الصداع الشديد اللي عندها وفعلاً أنا مجرد إن أنا لبست ربطت الأشاربي ده كده زي طرحة من ورعا منجيل ده زي الأشاربي كده ابتدى التعب اللي عندي بقل لحد ما في الآخر كنت لما بفكه اللي أنا بيرجعني في ساعتها وقتي ففد الفعل المتلاصج فيه أكتر من أسبوع من أسبوع بنام بيه وبصحى بيه لحد الصداع مراح خالص اتصلنا بيه وقلنا له غسلته وكويته وبعدته ولو قال له الصداع لما راح انت حسيتني فيك حسن فتطمنتي أكتر اتطمنتي أكتر قلت بقى خلاص أنا ربنا أكررني بحد بيتق الله واني أنا هطلع من الفترة الصعبة اللي أنا فيها دي وابتدت دوافر رجلية ترجع بقى الزرقان والصفار اللي فيها ابتدت يعني بناء أدمى بقى خلاص ابتدت أكل ابتدت أعيش فقلت خلاص هو إنسان ربنا حطه فسكتي للخير أتاريه هو كان بيجهزني للأكبر بيجهزني للي أنا عقلي مستوعبهوش كان عايزني أكفر بالله ولا عايز بالله وانضمني لأنه هو بيقدمنا كرباء للشيطان إن فتحي ملبس جسده الشيطان نفسه أي حد بيتعامل ما بيتعاملش مع فتحي فتحي مالغي اللي بيتعامل معنا الشيطان أي حد كان بيسلم عليه كان بيزم على طول تلاصم في جسده فتحي السر اللي أنا وصلتله مع شيخ ربنا يباركله إن كان متلصم جسده كله عشان كده ما كانش حد بيقدر يكشف عليه إيه بقى الحاجات اللي هو طلبها هو للأسف كان الأساس كله إن هو كان عايز يمضيني على ممتلكاتي هو للأسف طبعا بكلامه اللي هو مأمور في دماغي إن أنا مفيش راجل في الكون هينجيكي في الآخر هتيجي تركاعي تحت رجلي وتمضي على كل حاجة عشان أسيب ذهنك واسيب عقلك وخليكي بس أنا مش هسيبك اللي مقضي عليكي عشان أنت فأنت اللي قدرتي توقفي قصادي أنا مفيش حد يقدر يوقف قصادي في يوم من الأيام والله أنا لجهت الربنا وقتديت أصلي الربنا كتير ودع ربنا إن أنا تظلمت يا رب وإن أنت أقف معايا وصخر لي أهل الخير فربنا أكرمني بشيخ من أسواق ما شافنيش هو حد جي عن طريق التليفون ومشكورا لحد الوقت هو ده اللي شغال معايا ابتدينا نشتغل في أوراد ابتديت أشتغل في صورة البقرة وفي ياسين والرحمن من هنا ابتدي يبتدي ذهني بقى والتحكم اللي هو كان بيؤمرني انزلي يبقى لازم تنزلي مفيش استجابة من هنا الحمد لله ابتديت أجي أوامر لجسمي والعقلي إن ما يسمحش غرصتي أنا بس ترجمة نانسي قنقر